اهلا ورحمة بكم الجديد مشاهديننا ورحب بكل من انضم الينا بهذه اللحظة يعتبر قطاع وزارة الصحة من اهم القطاعات بكل دولة ويشكل الاستمام في اولوية لجميع الحكومات المتعاقبة ودائما ما يواجه هذا القطاع الانتقادات الحادة بتهم الاهمال وغيرها سنتعرف على تفاصيل كثيرة عن هذا الموضوع وعن وزارة الصحة بدولة الكويت وين رايحة وزارة الصحة وما هي الاستعدادات وامور كثيرة وما هي الخطط والاستراتيجية وهناك ايضا بعض الملاحظات كيف وقفت عليها وزارة الصحة ما التحديات المقابلة والقادمة لوزارة الصحة الكويتية كل هذه الامور سيجيب عليها ضيفنا الكريم الدكتور احمد الشطي المحتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة مساء الخير دكتور مساء الخيرات سعيد اني اكون معاكم متشرف اني ان شاء الله مع نهاية هذا اللقاء يكون فائدة للاخوة والاخوات المشاهدين احنا اللي سعيدين وشكرا جزيلا لتلبية هذه الدعوة وايضا وزارة الصحة لما نرى نشاط كبير من الجانب الاعلامي بين فترة وفترة يظهرون للمشاهدين والجمهور بمختلف الوسائل حملات توعوية تطوير احنا وصلنا للكذا وصلتنا اخر لدوية اخر الجزء فشكرا لجهودكم واحنا ايد نبيتكم كل الاعمال تظل ناقصة ما لم يرادفها يعني بتوازي خنقول تواصل اعلامي ليصال الرسالة لان حتى في كل خدمات وزارة الصحة تتمحوا ورحوا المريض واذا المريض ما يفهم شنو الخدمات او يعني تنقص عنا المعلومة لا شك انه ما رح يستفيد بالطريقة اللي نريد ان يستفيد منها خلنا نطلق معاك دكتور احمد ونتكلم على مفاهيم الصحة بشكل عام الرعاية الصحية الطبيئة الامر هذه كلها خلنا نطلق بهذا المخور هذا السؤال مهم لان يمثل المنصة التي تجمع جميع ما بيسميها الاختلافات لكن التبايونات اللي تصير فيها الصغير والكبير فيها الذكر والانثى فيها خنقول الجنسيات كلها فيها الاثنستي لان المرض لا يفرق بين اي شخص كان متكلم العربية غير متكلم العربية يعني انبغيت الطبقة المتوسطة العمال المنزلية كلها عندما نتكلم عن الصحة فاحنا نحرص على صحتهم لان صحة الفرد هي جزء من صحة العسرة جزء من صحة المجتمع تعريف الصحة كثير مننا يعتقد هو عرض ومرض وهذا مصحح منظمة الصحة العالمية عندما نتكلم عن الصحة تقول هي حالة من تمام الحالة البدنية والنفسية والاجتماعية ومؤخرا اضافوا عليها الروحانية وليس غياب المرض يعني كثير ناس تمشي حوالينا انت تعتقد لانه هو ما يروح الطبيب او ما يشكي من صداع او او ما يعني يشعر بمرض هو في تغامل صحته لا لان كثيرين الان عندما يفقدون الامن والاستقرار ليسوا الصحة اللي عنده بطالة ليس الصحيح اللي عنده مشكلة في الدخل هذا ليس صحيح اللي عنده توتر ليس صحيح كل هذه مو بالضرورة يصير عند لها اعراض الان لما نتكلم عن الخدمات الصحية هذا الحاجة عندنا تحت مظلة الصحة العامة الصحة يعني هذا نتكلم عن تعريف الصحة 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 العامة هي تتكلم عن صحة المجتمع اليوم لما الطبيب صاحب الاستاتوسكوب البالط والأبيض يتكلم عن فرد ويعني يشعر بالرضى عندما يكتشف مثلا حالة متقدمة مضاعفات مرض أو سرطان أو كذا فهو يقولون عنه زين سوى عملية سوى كذا لكن تتكلم عن صحة المجتمع أنت تتكلم عن جذور المرض وهني هذا ياخذنا لقضية أخرى اللي هي محددات الصحة الكويت فضل الله سبحانه وتعالى هي الكويتين الأطول عمرا في الوطن العربي النساء يعيشون إلى ثمانين كمعدلات طبعا من لحظة الولادة والرجال إلى ثمانية وسبعين لكن الخطأ الاعتقاد أنه بسبب وزارة الصحة الناس يحققون مثل هذا المؤشر أو أنه مثلا نسبة الوفيات هي سبعة لكل ألف من المواليد وأمريكا ستة بيننا وبينهم رقم وحوالينا ناس بالعشرين والثلاثين هي مجمل محددات الصحة اليوم التعليم صحة اتصالات صحة المواصلات صحة المياه النظيفة ترى نعمة وصحة المجاري صحة البيئة صحة اللي تحت مظلة وزارة الصحة المعني فيكم شنو هو؟ نحن اليوم إذا تكلمنا عن الخدمات الصحية نحن نتكلم عن كل ما تقدمه المنشآت الصحية التي تشمل مستوصفات المستشفيات المراكز تخصصية فضلا عن الإدارات المركزية فبالتالي عندما نتكلم عن الرعاية الصحية هي أشمل من تقديم خدمة إلى وقايا علاج وتأهيل وتعزيز صحة مؤخرا لماذا؟ لأننا لا نريد أن يقال لنا وزارة مرض نحن حتى الأصحاء لهم جزء من خدماتنا لذلك نستثمر اليوم وهناك مشاريع طموحة أن نعلم الأصحاء كيف يحافظوا على صحتهم نعلمهم كيف يستفيدون من الخدمات الآن في كل منطقة صحية هناك عيادة للأصحاء يمكن أن تذهب في تقيس الضغط والوزن والسكر وما إلى ذلك لأن هذا جزء من تمام الصحة نشجع جدا التعامل مع الأنماط الحياتية التي في غياب اللمسات الصحية يمكن أن يصبح عبء على الدولة من خلال عبء المراضي لديك الكوادر الكافية والوافية للقيام بهذه الأمور الصحة العامة والخدمة والرعاية الصحية هل هناك الكوادر كافية تتعامل مع الجمهور؟ لا يوجد في أي مكان في العالم كوادر يمكن أن تتواجد في نفس الوقت في نفس المكان مع كل إنسان لكن لدينا ديمومة من الجرعات التي نفترض أنها تصل كتوعية عندما تتحول توعية إلى معتقد ثم تتحول إلى سلوك صحي إيجابي هنا نشعر بالرضا والإنجاز أعطيك مثال يعني اليوم عندما نتكلم عن التدخين كثير من الناس يعتقدون أن التدخين ضار لكن متى تشعر أن هذه المعلومة تحولت إلى معتقد الحد الأدنى أن كل مدخن يحافظ على أولاده حياله بيته يكون عنده نوع من تهذيب الاجتماعي بحيث أنه إذا بغى يدخن يستأذم الآخرين متى تشعر أنه تحول إلى سلوك صحي إيجابي عندما يحرص على المدخن يقلع عن التدخين ورب الأسرة يحرص على أولاده ومحبينه ودوانيته تكون خالية من التدخين ويعتقد جازما بأنه هي جزء أصيل في عوامل الاختطار التي ممكن تساعد على المضاعفات الأكثر انتشارا في الكويت اليوم شنو الأمراض خنقول المؤدية الوفيات والأسباب المرضية المؤدية الوفيات أمراض القلب والشرائين والتدخين يلعب فيها دور عندنا بعدين حوادث الطرق وبعدين السرطانات بأنواعها وأيضا التدخين يلعب فيها دور لما نتكلم عن الأمراض الأكثر شيوعا اليوم كل رابع شخص في الكويت مع اختلاف الإحصائيات إما عنده ضغط أو سكر السمنة يعني متقدمة ما بيقول أننا الأول أو الثاني على مستوى الوطن العربي أو العالم لكن هذه من ضمن الأشياء وهذا تحدي لكم لوزارة الصحة في هذا الجانب هذا تحدي لكم ونتو عندما نتكلم عن أنماط مرضية فإن الصحة مسؤولية مشتركة والله لو أقعد تكلم 24 ساعة ما لم نوصل لمرحلة أن تستقر في الضمير فالشخص يقدد يعني وهذه منظمة الصحة العالمية وكل المنظمات يجب أن يكون عندك نص ساعة مشيمة أو حركة على أساس تحافظ على الدورة الدموية على اللياقة ولما نتكلم عن الحركة فنحن لا نتكلم كما هو قد يتراء لبعض المشاهدين أن نتكلم عن اللياقة بمستوى أولمبي لا نحن نبي حركة حركة صحة وبركة عندما نتكلم عن المشي أو السباحة أو قيادة الدراجة لا نريد أن نخلق أبطال أولمبيين بضرورة نريد ناس تتحرك لأن في ذلك ارتفاع لمستوى الصحة والنفسية والثقة بالذات والمريض تتأخر المضاعفات هذه لازم تصير من صميم عملنا و هذا عملنا كوزارة صحة ننشر المعلومة لكن عندما نتكلم عن الوسائل هي مسئولية مثلا مع البلدية لازم تحط مماشي هي مسئولية مع أرباب العمل أرباب العمل اللي فترة من الفترات و أرجو أنني أستمر ذلك كانوا يدفعون اشتراكات لموظفيهم للاشتراك في الأندية الصحية أو يخلق مركز رياضي في محيط عمله يخصصها و هذه حتى صارت عندنا و خارجنا مرة النساء مرة الرجال مرة دوري و كذا الحركة بركة و هذه من الأشياء اللي نحرص عليها وصلت المعلومة دكتور والحديث طويل و أسئلة كثيرة لأمانة في هذا الجانب أبي موقعنا اليوم الكويت عالميا من ناحية الصحة تحديدا عندك محصائية شوف لما نتكلم أكون مؤشرات أنا يعني لما نفخر وأقول أني أنا أفخر لأنني أريد كل الكويت يفخر معي نحن عندنا واحدة من أفضل بنى التحتية للرعاية الصحية في العالم كل منطقة سكنية يمكن وصول فيها إلى أقرب مستوصف خلال 7 إلى 10 دقائق بالسيارة هذا ترى يعني حلم لكثير من الدول و يمكن نقول من حسن الطالع أننا بلدنا ملموم و صغير لكن أيضا من التخطيط أن أي مدينة أو ضاحية صحية يكون فيها مستوصف كل محافظة فيها مستشفى عام مستشفى العام هو التحويل من المستوصف إلى المستشفى العام نعم من المركز تقصد يعني مستشفى الفروانية الجاهرة مبارك الأميري و طبعا أنا أريد أن أقول نحن اليوم نوصل تعديني إلى 125 مستوصف هذا المستوصف نرجع له بعد قليل سيكون مجال ليس فقط للعلاج لكن للتوعية للتأهيل للتشيئ و هذه مظن العشياء و هذا يأخذنا بعد قليل إلى المدن الصحية التي أريد أن أكد على شراكة المجتمعية الوصول لهذا بعدين بالإضافة لذلك عندك حوالي 30 أو 32 مركز تخصصي اللي هو بعلم الطب يسمونه الرعاية الثلاثية أو tertiary care اللي من خلالها مثلا عندك زراعة أعضاء عندك كله عندك عيون عندك حروق عندك تخصص مثلا ولادة كذا الأشياء الدقيقة تصير في المخطط هذي من ضمن الأشياء اليوم لما نقارن مؤشراتنا قلت لك أنا قبل شوي أننا الأطول عمرا في الوطن العربي مقارنتهم ويكل بلدان الأخرى من لحظة الولادة المرأة تعيش لي 80 والرجل 78 كمعدلاتها يعني خوف واحد يقول لي أنا عندي قريب 35 أو 20 لا لا واضح لا مربيد الله سبحانه وتعالى لكن أيضا رعاية الصحية لها دور هذا اللي تقصده حضرتك اليوم لما نتكلم على مستوى الوفيات سبعة لكل ألف هذا أيضا متدني مقارنة مع دول العالم لما نتكلم عن عدد الأسرة هذه مضمن الأشياء اللي حنا حطيناها في البال يعني متوقع خلال نهاية 2018 تقفز عدد الأسرة في المستشفيات الحكومية من 8000 إلى 15000 يمكن هذا محور بحذاته هذا رح أنطلق فيه دكتور أنا ذا تركتك المجال حضرتك ما شاء الله تسهب وتسترسل بالحديث تبارك الرحمن لكن اليوم رح نتحاور في هذا الموضوع تحديدا فيه 8000 إلى 15000 سرير في المرحلة القادمة وهذه منخطتكم طيب ما فيه أي توسع بالمستشفيات أو بناء مستشفيات جديدة واحد اثنين طبيا طبيا زيادة عدد الأسرة ماهو حل هذا يزيد في انتشار الفايروس يزيد في انتشار نقل الفايروس من آخر من مريض إلى صحيح من صحيح إلى مريض وغيره في هذا الجانب يقولك فلازم كل قروفة الأسرة يكون فيها عدد محدود وهو طبيا وانت أعلم وأخبر في هذا الجانب يلي تتعلق على هذا النقطة وترد عليهم وإذا كانت المعلومة هذه غير صحيحة بالأدلة شوف اليوم لما نتكلم من 8000 إلى 15000 نحن في خلال الفترة القادمة رح يصير عندنا افتتاحات بالفروانية في الجاهرة في الأميري في مستشفى الصباح وفي الأمراض السارية هذه لا شك أنت اليوم لما نتكلم بالإضافة للمستشفى جابر جابر نسبيا عندنا 1200 سرير مستشفى جابر وهو يكاد يكون الأكبر في مستوى الشرق الأوسط والسادس عالميا لا شك أنه هذه كمية من السعر المكانية على مستوى الأسرة قادمة بكل مستلزماتها اللي هي بحد ذات تحدي أفراد مؤهلين تجهيزات إدارة طبية خدمات مساندة بغيتها فندقية أو تغذية أو عندسية كل ما تحتاجها لأن حقيقة إذا أخذنا مستشفى جابر هو مدينة صغيرة تحتاج من يرعاها لمدة 24 ساعة فبالتالي حتى التجهيزات للطورة هناك حوالي عشر مولدات كهرباء ممكن تشتغل لمدة عشر تيام في حالة انقطاع الكهرباء في مواقف تتسع لآلاف السيارات في مداخل في المنطقة الآن قاعد يتم بنيانها عساس إذا أخذ هو طاقة الاستعابية العملية يعني القصوى حضرتك تتحجي عن مستشفى جابر مستشفى جابر هذا راح تترك لمحور خاص فيه لأن الحديث فيه طول مستشفى جابر بعد الفاصل حضرتك تتخلق لكن نرجع نقطة الأسرة وزيادتها يقول لك طبيا غير سليم في ظل نفس المكان نحن ننصح أنه إذا صار عندك مريض أنه صغار السن كبار السن اللي عنده مشكلة في المناعة ما يروح للمستشفى حتى لا يصاب بالعدو هذا قبل زيادة الأسرة دكتور مع الزيادة ما العلاقة هذه قضية عامة نحن نتكلم فيها أنه أنت كلما حتكيت مع الناس زيد احتمالات إصابتك عندما تذهب إلى مرضى فاحتمالات تصاب أكثر لكن لأسرة كنقص أو زيادة هذا يجب أن تخضع لمفهوم جديد اللي هو منع العدوة فبالتالي نحن الآن قبل أن نفتتح أي جناح في وزارة الصحة عندنا قسم العوامل الحيوية أو بلوجه الأواء اللي هو تابع لدارة الصحة المهنية يذهب فيأخذ مسحات يأخذها في المختبر يأخذها في غرفة العمليات يأخذها في الأجنحة ويتأكد من يأخذها حتى من فتحات تكييف يتأكد أنه المكان نظيف البكتيريا مو موجودة ولا فطريات ولا كذا عشان يسمح في دخول المرضى مو بس يعني هذه النقطة قبل الافتتاح لا حتى خلال الافتتاح يعني هو معروف عالميا أن هناك أحيانا يكون بعض البكتيريا تستوطن في غياب النظافة أحيانا في همال في طبيعة مرض معين فبالتالي يأخذون عشان يتأكدون أنه مثلا شخانتي أنا سوي جراحة معقدة عندكم تقرير رسمي بأن هذا اللي حضرتك تفضلت فيه بأن سليم أمية بالمية وخالي من البكتيريا وخالي من هذا عندكم تقارير بهذا الجانب أنا عندما أتكلم أسبوعيا شهريا سنويا هو حسب الطلبات التي تأتي منها بس أنا عندما أتكلم أتكلم من واقع أنا مدير إدارة الصحة المهنية وعندي القسم هذا وكمية خنقول الطلبات التي تأتينا يعني ما بيقول زيادة بزيادة التوسعات لكن حتى القطاع الخاص اليوم هو حريص على هذه الشغلة في وجه لنا طلبات على أساس يعني نتأكد من هذه الشغلة الجانب الآخر قضية التشريعات أو التنظيم فبالتالي في مواعيد معينة للزيارة في مواعيد معينة للتنظيم في مواعيد معينة للتخلص من القمامة أو النفايات الطبية وغير الطبية لا شك أن تكاتف وتضافر الجهود سيساعد على تخفيف خنقول عدور يعني الزيادة تأسر وفق دراسة أن انتقال العدوى يعني ما يصير تحط عشر أسرة بغرفة واحدة أنتو عملي حسابكم تزيدون عدد الغرف وهو معظم من المستشفيات القادمة الآن هي خصوصي أو سريرين في مكان واحد عندما تكلم عن السارية طبعا هو معزول أصلا فبالتالي رح يكون معظمة في غرف واحدة بمنك ذكرت الغرف دكتور اليوم أيضا في اشكالية على موضوع الغرف والغرف الخصوصي وكذا هناك تجاوزات هناك واسطات هناك والله ماديش معرفة تعاملكم بهذا الأمر هل وصلت لكم شكاوي اللي حب فعلا يشتكي بهذا الأمر هل أنتو عندكم لا الكلام هذا مو صحيح كل واحد قاعد يأخذ دوري حول هذا لا ما نقول شيء صراحة يعني أمانة أنت قاعد تتكلم عن تعاون هذا التعاون أحيانا تصير أولوية الدخول أحيانا طبيعة المرض يعني أنت تتكلم عن مرض معدي فبالتالي لا بد في غرفة عزل كل مستشفى مثلا طبيعة بعض الأمراض اللي هي مزمنة يعني هذه إحنا ما نفضل يعني أنا أذكر على الأقل في ذاكرتي القصيرة أن لما تي أنت مريض تبتحطه هو حالة تستدعي علاج 6-7 تشهر وتضغط على أشياء تشغل مثل هذه الغرفة أنا فضل لو أنا كنت مدير مستشفى وتكلم عنه كطبيب أن القطاع أو الغرف الخاصة الترن أوفر ما يكون سريع يعني يقع ثلاثة أربعة يام ويمشي يومين ويمشي عشان يصير فيه نوع من هذه الخدمة لكن حتى هذه أخذت في عين الاعتبار اليوم عندما تشوف التوسعات اللذية في مستشفى الصدري تشوف الرازي تشوف التوسعات في العدان هذه لا شك أنها مؤخوذة لكن يدفو على السطح أن أنا ابن البلد لماذا أنطر بينما أنا أشوف واحد غير كويتي يدخل أنا ليش أسجل بالدور وشوف واحد يتجاوزني يبقى عاد إلى أي مدى أنت تطبق الشعار والواقع يعني حتى أنت على الطيارة يقول لك يخلي لك مقعدين حق الطوارئ تروح بعض الأماكن يقول لك لا هذا حق البي يعني تدخل واسطة بهذه الأمور لا أعتقد هي القاعدة هي استثناء وفي أضغط وفي أضيق الحدود لكن مستوى توقعات المواطن عندنا أن يجب أن لا ينتظر يوصل للأمور هذه لكن ندرك أن أحيانا وهذه نشفناها يعني مو سر أن حتى في الطوارئ أحيانا لا تلقى سرير صحيح و أنا درست في لندن و شفت أنه تتحول مستشفى لأخر عملية أو خراج المريض بعد استكمال علاجه يقول لك انتظر الساعة وحدة أنا أراجع أجنحة أطلع للناس يدخل غيرهم كذا هذا من التحديات الموجودة اللي نأمل مع نهاية هذه المشاريع أن تكون أقل و يا ريت والله يا دكتور و كنك الناطق الرسمي بسوزار الصحة لأن هناك شكاوة حول هذا الموضوع و يمكن حادثة غريبة عجيبة كبير سن يعاني من مرض ضحاد ضيق التنفس ما يتنفس و كذا من مستشفى للمستشفى مولاقين لغرفة إلى أن تواصل مع عضو مجلس أمه و يطلع على غرفة تخيل وين وصل الأمر عضو مجلس أمه يطلع على حق مريض غرفة خصوصي و المستشفى تقوم بها في غرفة فهذا أمر نستأمنه كلنا نتمنى أنتم المعنيين بهذا الأمر أنتم وصلون هذه الرسالة و أنتم نعلم تمام أنتم في حل دائم و مستمر مثل هذه الأمور لكن التوجيه و التذكير بهذه الأمور جدا مهم أتكلم على أيضا الكادر و الأداء الطبي كثير من الناس و حضرتك تعلم تماما يقول لك أخي صحيح أنا عندي أطباء قاعد أشوف و عندي كذا لكن هو يلجأ إلى الخاص و فاقد الثقة بالكادر الحكومي الكادر الحكومي يحتمل وجود الكويتي و غير الكويتي ف أيضا خطتكم حول هذا الموضوع شو تردون عليهم و شون قاعد توقعون الناس و كلكم خير و بركة بالتأكيد لكن هذا واقع الحال للأسف فحول هذا التقييم و الأداء و المتابعة للكادر الطبي المستمر و قبل وزارة الصحة شوف عندما نتكلم عن ثقة بالمؤسسات الحكومية فأعتقد ما الظلم أن تقول أن هذا خصوصية لوزارة الصحة الآن إحنا لما نتبع الخطاب السياسي على الساعة المحلية عندنا مشكلة في التعليم عندنا مشكلة بالأشغال عندنا مشكلة في الكهرباء عندنا مشكلة في الماء و كذا و كذا كل هذه المشاكل إن صح التعبير هي تم تشخيصها و تجاوزت مرحلة التشخيص لأننا هناك كثير منها داخلين مرحلة الحل هنا نحن نتطلب نوع من الصبر مرة التفاهم مرة التعاون مرة أخرى لكي نصنع فرقا لأن من الخطأ الاعتقاد مثلا من يلبس البالط الأبيض مسؤول عن كل شيء مسؤول عن التشخيص مسؤول عن علاج مسؤول عن متابعة المريض للعلاج و مسؤول عن أن الواحد يسمع الكلام بالجرعات و كذا و كذا هي مسؤولية مشتركة و نعتب حقيقة في أنه أحيانا نحن نفخر في الكويت أن نسبة الأموية عندنا أقل من واحد و نصف في المية نعم ثمانية وتسعين و نصف في المية أو سبعة وتسعين و نصف يقرؤون و يكتبون فمن باب أولى أنه يصير في نوع من التواصل استخدام العلم هذا مرة بالأتزام بالمواعيد مرة بالأتزام بالجرعات مرة بالمتابعة مرة حتى بالنقاش مع الطبيب أنا أفتخر حقيقة و هذا موضوع آفية أنه لما المواطن يتسائل و اليوم الطبيب يعيش تحدي و وجود خنقو الهاتف الذكية و النت و كذا إذا هو ما طور نفسه و تابع آخر مستجدات ممكن إلى مريض أو مريض عمره 17-18 سنة تقول ترى المعلومة تقول أنه في حديث الطبيب أو الطب أو الاختراعات أو الدراسات هناك جديد في هذا الموضوع و هذا اللي تكلم عنه أنا دكتور أنتو دوركم كوزارة صحة اتجاه الكادر الطبي و اتجاه الكادر التمريضي أيضا بالمستشفيات الحكومية و المراكز الصحية و المستوصفات و غيرها تفكر وتحاتي و تقول أنا كيف هذا الدكتور مو قاعد أستفيد منه أو يعطيني علاج خطأ علاج ما في نتيجة بينما أروح إلى القطاع الخاص يعطيني العلاج اللي أستفيد منه هذا مفهوم الناس فاليوم وزارة الصحة أيضا مسؤول عن هذا الجانب وهو تقييم الكادر الطبي و الكادر أيضا التمريضي الهيئة التمريضية دوركم و سياسة وزارة الصحة تجاه هذا الموضوع لا يعمل أي دكتور أو فني أو ممرضة في وزارة الصحة دون الخضوع لنوع من الامتحان لاختياره بل أنه نعود حتى للتدقيق بالشهادات مؤخرا بعد اكتشاف بعض التلاعب في هذا الموضوع فهذا جزء من مسؤوليتنا كل طبيب و من هيئة التمريض يخضع لنوع من التقييم السنوي اللي يكون فني و إداري و أخلاقي اللي من خلاله يعني يعاقب أو يكافأ في هذا الجانب كل الأخطاء اللي تحصل اللي تفضلت فيه ما نتكلم فقط عن طب اليوم أنا كان لحديث مع مديرة إدارة الاعتراف والجودة فوصلنا إلى قناعة إلى أنه هناك نهوة في مستوى المستشفيات تراجع من خلال لجان مشكلة كل حالات الوفيات كل المضاعفات كل القضايا اللي قد تمس سلامة المريض أو يعني المكان وجدوا مثلا عالميا أن 80% من الأخطاء الطبية اللي تصير هي أخطاء مؤسسية بمفهوم مثلا لو عالجناها تنخفض كثيرا مثلا الجهاز هل صار لصيانة أو ما لصيانة هل قبل لا أبدأ كان كمية الدم المطلوبة موجودة وموجودة هل أجهزة تدخل في الجراحة تم التدقيق عليها بوقت كافي وكذا وكذا فهذه ضمن الآلية اللي هي جزء من التدريب جزء من الثقافة جزء من المتابعة جزء من التقييم جاري وأمانة كانت تتكلم بفخر على أساس أن هناك نهضة على مستوى المستشفيات دخلت حتى للمستوصفات بمعنى المحافظة على الجودة فالجودة عنوان ومحور أساسي في خطة وزارة الصحة هو شعار رفع معالي وزير الصحة دكتور جمال الحربي في أول استلامة لهذا الموضوع على المدى البعيد نحن نعاني من أزبط ثقة من انطباع مثل ما قلنا بالمؤسسة الحكومية لكن بإنصاف وبدون مبالغة الخدمة الصحية عندنا ليست بسوء اللي نسمعه والكادر التمريضي أيضا مهام كبير الأمان المنطقة يبارك الله فيهم وجهودهم أنا أريد أن أكد على نقطة ترى قضية الصناعة الصحة اليوم تعيش بنافسة صحيح اليوم لما تي أقول أبي طبيب جيد عندك كل دول الخليج عندها نهضة صحية فبالتالي عملة نادرة اليوم ايه فبالتالي نحن مقابل الناس اللي نعلمهم ونتعب عليهم ونأهلهم أكو ناس تذهب لفرص عمل أفضل فهني أنت لازم تراجع الرواتب الكوادر مستوى العمل اليوم لما نتكلم عن 17 ألف ممرضة ومستشفى جابر في فع وحدة إذا عمل راح محتاج 2400 ممرضة ونيفهم لا شك أن هناك مساحة بالتمريض المؤهل مثلا في العمليات في العناية المركزة حتى أوروبا تستفيد وتنافس دول الخليج لذلك كثير من أنا أضرب على سبيل المثال من هيئة تمريض اللي يوم في الكويت يضيفون إلى السيرة الذاتية منهم خبرة على مستوى استخدام أجهزة على مستوى عمل في الكويت فهم وهذه من ضمن الأشياء يعني الهيئة التمريضية اللي أنتو تستخدمونها من الخارج وفق معايير دولية ثابتة لا شك بيحضر الامتحانات ما فيها أي مشاكل ولا فيها أي يعني حنا ما وصلنا إلى ما سمعنا عنه أنه في بعض الدول بسبب الضغط يحطون مثلا خدم منازل نعم ما وصلنا إلى المرحلة لكن حنا عندنا الآن لما حنا دخلنا اللي هو شركات تجند التمريض إحنا عندنا تشيك عليهم هم هناك من خلال اجتياز وامتحان ثم امتحان هنا ثم وضعهم تحت المراقبة ثم إدخالهم برامج تدريب لتأهيلهم فبالتالي في أكثر من وسيلة وطريقة الوصول لها إذا هي التمريض تمريض لا إيه بس أكو شغلة اللي هي مهارة الاتصال يعني إحنا مثلا لما نروح نتدرب في بريطانيا أول ما نروح يعلمك اللغة ويعلمك اللغة اللي هي تقراها في البي بي سي لا مصطلحات حتى المصطلحات اللي عيوز بريطانية أو من سوانزي أو أيرلندية أو مسكوتلندا تتكلم فيها وتستخدم بعض المفردات لأنه أنت تريد أن تكون جزء من هذا الشيء فإحنا من ضمن الأشياء اللي حنا ننظر لها في أملية تأهيل طبيب المستوصف أنه يفهم اللغة المحلية أن عرف الثقافة لا دخلنا بمشاكل أحيانا وينتج عنها حوادث مؤسفة بسبب سوء الاتصال أو عدم استشعار خصوصية أسر ما شاء الله عليكم وحتى اللهجة تابعتوها حتى طريقة اللهجة والثقافة حرصت عليها لا شك فهذه من ضمن الأشياء التي هي تقديم الخدمة الصحية أعقد كثيرا من هذه المواضيع أيضا حتى أنتوا قبل فترة أعطيتوا إجازة يمكن حق الهيئة التمريضية الكوادر الخليجية هذا القرار حديث نعم من أنه يعني كنوع من التشجيع لأن جميل يعني مو غريب حقيقة أن المرضى الكويتية أحيانا تشكوم الخفارة تشكوم السواءات فبارك الله فيكم على هذا الاهتمام بارك الله فيكم أنتقل إلى ملف مستشفى جابر أهمية هذا المستشفى متى سيتم افتتاح مستشفى جابر لاستقبال المرضى والاستقبال المراجعين وهل سيستقبل هذا المستشفى فقط للكويتيين أم الكويتيين والمقيمين أم فقط لمناطق محددة حول هذا المستشفى اسمح لي أن أقدم مستشفى جابر للجمهور الكريم فضل مستشفى جابر الأكبر والشرق الأوسط والسادس عالميا تكلفته 304 مليون سعة السريرية 1165 سرير يخدم حوالي 300 ألف بمركز الإصابات مصمم داخلي بلمسة إسلامية وديكور عالي 44 مولد كهربان قلتم ساعة تغطيه لمدة 10 أيام 26 غرفة عمليات مكتبة طبية ومسرح متعدد الأغراض على وعلى 50 محطة لسيارات الإسعاف 5 مداخل مختلفة المستشفى المبنى في برج المرضى 65 متر مبنى التشخيص والعلاج العيادات الخارجية مركز الإصابات مركز الأسنان سكن الأطباء 200 وحدة سكنية والتمريض في مسطحات خضراء في مبنى الوحدة المركزية 5000 موظف لهم مواقف سيارات ثلاث مهابط للطائرات ويعمل به 2400 ممرضة عند افستطاح عندما نتكلم عن هذا الحجم من الأرقام لا شك أنه هذا تحدي أن نستلمع من الأشغال نحن إلى الآن ما استلمنا من الأشغال استلمنا من الأسنان نحن تجربتنا سابقة في بعض الأماكن التي نستلمها أن يكون هناك خلال كهرباء قد يكون هناك خلال ماء بتمديدات الماء المجاري التكييف فبالتالي من حق المهندس عندما يخاطب المهندس يقول لأنا عندما أوقع لك بالاستلام أريد أن أستلم شيء مية في مية توقعاتنا في لحظة ما يقتنعون من مهندسيننا أنه أنا وقت للاستلام مهندس وزارة الصحة يستلم من مهندس وزارة الأشغال هني عاد تبقى التحدي الثاني متى الاستلام لحين دكتور لقيت ما يحلوا الأمر بينهم أنا طبيب يعني لالحين ما انتهى مهندس الأشغال من تسليم مهندس الصحة إلى الآن انتقلت لكم مهندس الصحة ووافق لالحين يا جماعة الأشغال والصحة لحين مع بعضهم البعض ما استلمت الصحة من وزارة الأشغال طبعا هذا دون إخلال بالجهد اللي قاموا فيه بسولادنا بس هذي مهنية استلمتوا انتوا يا الصحة وين التحدي التحدي بالتجهيزات التحدي بالكوادر أطباء وكذا ها تجهيزات قصدك أجهزة طبية أجهزة إلى الآن ما فيه أجهزة طبية هذه مرسوم لها واضحة وميزانيتها واضحة أنا أتوقع في لحظة الاستلام ويعني قد أكون حكم خبرتك يعني في حدود تسعة شهر إلى سنة يتم افتتاح هذا لا يعني أنه هناك شيء في مفهوم المستشفى يسمونه soft opening اللي هو الافتتاح الناعم اللي قد نبنه في العيادات الخارجية اللي قد نبنه في في الطوارئ في أجنحة أمراض الباطنة إلى أن ندخل في الجراحة إلى أن ندخل في العلاج الطبيعي إلى أن ندخل في الأشع يعني مثل هذه الأشياء التسلسل فيها ما المفروض في لحظة الافتتاح يعني كل الأفرع تشتغل بنفس الوقت هذه ليست بدعة كويتية حتى المستشفيات السابقة عالميا هذا عالميا الكوادر الطبية جهستوا مع أحد عقود عندكم رؤية مع جهات معينة ما أعتقد أننا عندنا هذا العدد الكافي لكن الديوان حقيقة متعاونين أي ديوان ديوان الخدمة المدنية لأنه وفر الدرجات فاللي فاهم أن يعني درجات التمريض جاهزة وهناك مئات من الدرجات اللي رصدت للأطبة ودوا عليك هذا التسلسل موجود وهذا من ضمن التحدي لإنت تأخذه هندسيا على المبنى مرة أخرى من خلال الجهاز مرة أخرى من خلال الكوادر والتحدي الأكبر اللي هي الإدارة لأن مثل ما قلنا نحن نتكلم عن مدينة من الأفكار المطروحة التي لم تحسم أنه قد يكون هناك توجه لأخذ يعني خنقول مؤسسة طبية عالمية للإدارة على أساس نحافظ على جودة ونحافظ على مستوى وخاصة خاصة أننا أحيانا تريد مثل ما تفضلت ما أنا بواسطة نعم فبالتالي أنت تريد دقة والتزام ممكن تسلمونا شركة أجنبية تديرها هذا احتمال وارد إذن الفكرة مطروحة مطروحة طيب يخدم أي مناطق يخدم الكويتين فقط وهو يفترض يفترض أن يكون المستشفى العام لمحافظة مبارك الكبير فبالتالي مجرد ما يستلم راح محافظة مبارك الكبير اللي موجودة على مستوى التخطيط الجغرافي صير منطقة مبارك الكبير الصحية فيها مستوصفات هذا راح يستخدم كمستشفى عام لها فبالتالي يخدم على هذا الموضوع لكن بحكم أنه هو مستشفى مثل كثير من المستشفى في تخصصات دقيقة ممكن كل أهل الكويت يستلمونها ويستفيدون منها لكن كمستشفى عام الأولوية راح تكون لمستشفى مبارك الكبير والأولوية راح تكون للكويتي لأن غير الكويتي في أيضا مطروح أنه على ما يشتغل وكذا يتم المساحة اللي راح توفر من المستشفيات الأخرى من خلال مستشفى مبارك تتاح فيها العمل لغير الكويتي ودي أكد على النقطة عندما تكلمنا عن توزيع مثلا المراجعين وقلنا مثلا الكويتين يراجعون صباحا وغير الكويتي مساءا نحن ما جاءت أبدا على حساب جودة الخدمة التي تقدم بالفترة المسائية لكن مرة لتخفيف الزحمة ومرة لإعطاء أولوية المواطن ومرة للاستفادة من نفس المستوى الذي يقدم الصبح يا جماعة ترى نفسه هو قاعد يقدم العصر لكن هو لتخفيف الزحمة وطبقت بعض المستشفيات هذا الأمر مستشفى الجاهرة والفرواني لكن ما استمروا هل أنتوا وقفتوا هذا الموضوع عم مستمرين فيه والله أنا حسب علمي أنه مستمر لكن الزخم لا يصعد وينزل حسب الاستفادة منه أو الأولوية أو كذا لكن أنا أعرف مثلا أن بعض المستشفيات لا زال موجود حسب التخصص لا يوجد عندكم خطة تجنون مستشفيات يديدة تزيدون عدد المستشفيات أكثر من التوسع الذي قلنا عنه التوسع موجود وقام كأن البعض يرى أنه اضطرار أنا مضطر أني أوسع ما عندي أني أنا أبني مستشفيات موقتها من 82 هذا معروف الكلام لكن أنت تتكلم عن زيادة هناك زيادة سكانية غصدك زيادة سكانية كبيرة زيادة عمراني كبير أنت تخدم أول 300 الآن أقل منطقة مستشفى عام يستخدمها من 300 إلى 600 إلى 900 إلى مليون هذا اللي يقولني يا دكتور هذا التوسع لا تزامن زيادة العدد السكان يفترض أن المشاريع الحيوية في البلد تمشي مع هذه الزيادة هناك تأخر في البلد خطة وزارة الصحة في بناء مستشفيات جديدة موجودة هذا التوسع أنت قاعد تبني على القديم توسع توسع هناك شيء جديد قادم هم العبر في الجديد في فعالية الإدارة الصحية في الاستخدام الأمثل للطاقة الاستعابية في توسيع الطوارئ في تحديد الأولويات أعطيك مثال سريع إذا تسمح لي الفروانية مثلا ستوصل طاقتها السريرة إلى 955 سرير بتكلفة 265 مليون لا يدخل بالتفاصيل الأحمد توسعة العدان ب232 مليون السعة السريرية ستوصل إلى 637 مليون حوالي 890 ألف نسمة الجهرة سبع مباني منفصلة تخدم 650 ألف نسمة برج الأميري اللي دي 98 مليون 460 سرير 276 منهم خصوصي 40 غرفة مزدوجة 59 غرفة إجمال الأسرة 833 سرير مستشفى الصباح اللي قاعدين بني رح يوصل إلى 771 سرير 617 منهم في الأجنحة الرازي 540 سرير في إضافة 240 سرير يوصل إلى 800 تقريبا مركز الكويت مكافحة السرطان تكلم عن سعة سريرية 754 ثاني أكبر مركز في غرب آسيا مستشفى الولادة رح يصير 600 سرير للنساء 216 سرير لحديثي الولاد الخدج وأمراض الأولاد فبالتالي أنت قاعد تتكلم هذا مته الحجة الأرقام هذه مته دكتور أنا قاعد أقول لك في عام 2018 2018 يتم توفير كل ذكرته لا يتوصل القفزة إلى 15000 سرير بالمئة أعطني بالمئة على المناطق التي ذكرتها كم بالمئة سنوصل نسبة أعطني نسبة مقاوية لـ 2018 كمية في المئة كمية في المئة اللي قاعد أقول لك أقول لك الفروانية الجاهرة الأميري العدان السارية والسرطان هذين 2018 كنتم جاهزين ممتاز إذا نحن نتحج عن سنة ونص إن شاء الله الله يحيينا ويحيك والمشاهد الكريم فبارك الله فيكم على هذا التحدي الذي تتواجهونه و كلنا ثقة فيكم دكتور أنا لا يوجد وقت لأنني بدأت على بطاقة عافية تفضل بدأت على بطاقة عافية نبي الحقوق والواجبات والمسؤولية القانونية اتجاه بطاقة عافية واليوم تعامل وتفاؤل الناس و فرحة الناس في هذه البطاقة شوف بطاقة عافية عندما جاءت كمشروع يمثل ذروة التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية و في 18 أكتوبر الذي فات بدأ العمل فيه نحن اليوم نتكلم عن حدود شهرين من العمل كان هناك ناس ناقشت عادت إلى خنقول سكوير وين مربع الأول و كيف و كيف و كذا نحن اليوم عايشينها فبالتالي لا نريد أن نتكلم بالوقت الضائع أمانة هناك بعض الإحصائيات التي تتكلم عنها الخميس الذي فات بلغ عدد التي استلموا البطاقات من أصل 117 ألف متقاعد 92 ونص ألف فبالتالي أنت تتكلم عن أكتوى 90 في المياه على كل ما قيل دخلت الحالات 2855 حالة دخلت المستشفى من 90 ألف من 90 ألف العمليات الجراحية بلغت 1111 عدد الراني المغناطيسي والأشعة المقطعية 5567 إجراءات المناظير 1676 عدد الولادات 20 ولادة فنحن قاعد نتكلم عن مو فقط استيعاب وترحيب وحسن استخدام لكن نتكلم عن أنه هذا الحلم أصبح واقع وحننا اليوم نسعى إلى إنجاحه إلى الاستفادة الخسرة الرغم هذا ما يعطيكم كوزارة دكتور؟ يعطينا أول شيء أنه خفف العب طوابيب الانتظار عن وزارة الصحة أن الناس بدأت تستوعب القضية هذه أن المقطاع الخاص بدأ يستوعب التحدي إحنا يوم من الأيام كنا خايفين أن المرضى المتقاعدين عندما يذهبون إلى هذه القطاعات الخاصة وهنا نتكلم عن 12 مستشفى 42 مركز طبية 14 عيادة 66 عيادة أسنان 11 مختبر 13 صيدلية 2 مركز أشعة و3 مركز علاج طبيعي هؤلاء كنا خايفين أنهم لا يستوعبون اليوم هم استوعبوا ودخلوا مرحلة التحدي في أن يقدم خدمة دو جودة يحافظ على سمعتها لأنه يدرك أن هذا البرنامج مدة سنة سيخضع للتقييم المؤشر الأساسي في الموضوع هذا هو المريض وهو اللي راح يقول أنا راح تحق هذا المستشفى وبيض الويه أو هذا استغني أو أن عندهم طبيب تخصونها بعان الاعتبار يتصل عليكم يتواصل معاكم يرقم مجهور نحن عندنا خط ساخن وعندنا مراكز تتعامل معاهم ونرصد لكل ما ينشر في وسائل تواصل هناك ملاحظات على عافية يعني يقول لك والله في بعض الأمراض أنت تحطين سعر قليل علينا أنا قاد أدفع فارق قاد أدفع كذا مقسمين 17 ألف أعتقد للرجل ومرأة 18 ألف عشان أخدمك اللي يستفيد من عافية ما يدفع ولا فلس لكن إحنا كوزارة صحة اخترنا بكج أو حزمة هذه الحزمة كانت تنافسية وقادرة على أنها تغطي لي مقابل 700 دينار أنا أدفع 17 ألف موزعة كالتالي في عشر تالاف للعيادات أفواً للدخول للجراحات للإسعاف لعمليات الأنفذ للحنجرة للعيون للمناظير كلها في أربعة تالاف للعيادات الخارجية في ألف ونص للأسنان وللمرأة ألف ونص لأمراض النساء والولادة وأمراض النساء والولادة عشان دائماً يكرر أن المرأة المتقايدة لا تلد نسمعنا أن خلال شهرين في عشرين ولادة فبالتالي هذه من ضمن الأشياء التي نركز عليها نحن كان عندنا نوع من الاستثناءات هذه الاستثناءات لأن حتى القطاع الخاص لا يستوعب غسيل الكلام لا يستوعب بعض العمليات الدقيقة فبالتالي لا أريد ولا يستخدم حتى عالمياً الجراحات التجميلية والتكميلية وما إلى ذلك هذه التجربة تخضع للتقييم نحن متفائلين بالنتائج الأولية ونسعى إلى من واقع تقليمها لها إدخال شرائح في المستقبل إذا الله أراد نعم محاور كثيرة للأمانة ما سعني الوقت أني أتكلم عنها لكن سأختم مع حضرتك بهذا السؤال وهو ملف العلاج بالخارج وما هو التوجه القادم يعني سمعنا وزير الصحة دكتور جمال الحربي تحدث على هذا الموضوع وهو ملف العلاج بالخارج وما أدري التقنينة إعادة تقييمة شنو توجهكم أول شيء دعني وطمنا المشاهد الكريم لن يحرم أي شخص يستحق العلاج بالخارج من حق العلاج فهذه هذه حقيقة يبقى الآن التقييم رح راجع في الآلية ومعان الوزير كان يسعى إلى إشراك ربما جهات خارجية في التقييم هذه قد تكون من كلية الطب قد تكون بعض الزوار ليوننا من بره كذلك هو يسعى إلى أنه اللجان قد تكون على مستوى مستشفى ولجان عليا لكن تخضع لنوع من التقييم بحيث أن تضمن لمستحق أن يتلقى هذا العلاج وأن يقلل أو إن شاء الله نوصل لمرحلة إلى أنه العلاج بالخارج لا يصبح أداة سياسية تستنزف موارد الدولة هناك فرق بين السياحة الطبية وبين أنه يصير علاج سياحي سياحة طبية ترى صناعة ونسعى إلى يوم الأيام من الكويت تستقطب من حوالينا كل المرضى لعلاج فتصير في دورة مستندية مالية هذا الملف مترح تقيمونه يا دكتور مترح تزرون العلاج بالخارج مترح ترى هذه شغالة الآن أو مترح تشتغل بالضبط أنتقى أتكلم عن أمر الوزير ترى أسبوعين أمر الوزارة أسبوعين اليوم صدر القرار من التقييم تشكيل اللجان الملامح العامة قالها الوزير الناس متفائلة لكن دعني أقول لك شغاله نحن نتكلم عن إصلاح نتكلم عن رغبة في التغيير إذا مسنا هذا القرار لا نقعد تحلطا لا نستخدم النواب ولا نتكلم كذا لأن هناك فرق بين أنك ترفع الشعار وأنه الطبقة إذا طبقته وبدأنا كل من يطبق على نفسه أول فنحن في خير سيأخذ المستفيد المريض فعلا اللي لم يتوفر علاجه بالكويت وفعلا نقول أننا نسعى لتنمية الكويت بالطريقة الأمثل بارك الله فيك دكتور أحمد الشيطي المتحدث الرسمي باسم ووزارة الصحة شكرا جزيلا على تواجدك معنا والباب مفتوح كل وقت بين فترة وفترة نتحدث ونصلت الضوء على هذه الوزارة الحيوية وشكرا لكل القائمين بوزارة الصحة من الوزير وحتى أصغر موظفي هذه الوزارة والجهد الجبار يقومون فيه سواء الطاقم الطبي أو الطاقم الإداري أو الطاقم الفني وجميع الأمانة شكرا جزيلا لكم شكرا لجهودكم أترك لك كلمة الختام أريد أن أؤكد أن وزارة الصحة يبلغ عدد موظفينها أكثر من 65 ألف نتكلم عن 120 مستوصف نتكلم عن 6 مستشفيات الجمال يسرتها سيصل إلى 15 ألف نتكلم عن 30 مركز حكومي يوميا آلاف العمليات الجراحية آلاف من الداخلين والخارجين من المستشفيات فبالتالي هذه الخدمة لكي تستمر تحتاج نوع من التفهم تحتاج نوع من التسويق تحتاج نوع من التعاون كل هذه الخدمة نعتبرها تعبد في خدمة المريض فبالتالي هو مؤشرنا الحساس ورضاه هو ما نسعى إليه وجودة هذه الخدمة هو الشعار المرفوع الآن اللي من خلاله سنقبل التحدي وسيكون هناك مساحة من الشفافية اللي من خلالها نريد أن نصنع فرقا ولكن لنصنع هذا الفرق يجب أن نتعاون شكرا جزيلا دكتور أحمد مرة أخرى شكرا شكرا لك شكرا لك شكرا لك